سنذكر فقط بالخبر الهام الموضح أسفل الشاشة أين تحصلت قناة النهار على مراسلة موجهة من وزارة التعليم العالي إلى مدراء المؤسسات الجامعية تتضمن قرار يقضي بمنح الأولوية للأساتذة الجامعيين في الاستفادة من مختلف السياغ السكنية القرار يخص الأساتذة الجامعيين الراغبين في الاكتتاب بسياغ أم بي لديال وسكن الترقوي العمومي وحسب المراسلة التي حملت توقيع مديرية التنمية والاستشراف فإن وزارة التعليم العالي أمرت مديرية المؤسسات الجامعية باستقبال الأساتذة أو ملفات الأساتذة وإيداعها محليا القرار جاء في سياق التجاوب مع طلبات الأساتذة الجامعيين بسبب العجز في السكانات الوظيفية وهذا حسب مضمون المراسلة